اشتقاق الضمني فيما سبق احنا كنا نشتق فونكشن فهكاة راح تكون واي عندي بجهة وكل ما يتعلق ب اكس اكس تربية زاد كو ساين اكس على واحد ناقص ساين انفرس مثلا الاكس الى اخره هذا بجهة ثانية لكن هلا الامبليس الديفرانشياشن مختلف احنا راح نشتق علاقات يعني الاكس مع الواي مع بعض داخلين ومشكلين علاقة مثلا كو ساين اكس واي اكس تربية واي تساوي مثلا واحد زائد اي قوة واي اي كلها علاقة فبالتالي انا ما باستطيع اني انا افصل واي لحالها واخلي كل شي هون بدلالة اكس وبعدين اشتق فرح اشتق العلاقة زي ما هي شو بالزمني بالامبليس الديفرانشياشن بالزمني انه انا لما بشوف الواي بدي اجي اشتق بس بشتقها واي براي يعني مثلا لو اجيت اشتق واي قوة اربعة بشتقها اربعة واي تكعيب على قواعد الاشتقاق المعروفة في واي براي لو صادفني مثلا اي قوة واي بشتقها اي قوة واي في مشتقة الاس اللي هي واي براي لو صادفني مثلا ساين الواي مشتقة الساين كوساين واي في مشتقة الزاوية اللي هي واي براي مثلا ساين انفرس الواي مشتقة الساين انفرس مشتقط مداخل الانفرس اللي هي وي برايم على واحد ناقص مداخل الانفرس تربية اللي هو وي تربية وهكذا هاي القواعد الأساسية للإمبليسي خلينا ناخد أول شيء مثال بسيط فايند وي برايم مثال بسيط بس نفهم المقصود طريقة الحل ثم هذا السؤال بدي وي برايم x تكعيب زائد y تكعيب بتساوي واحد باجي بشتقل 3x تكعيب 3y تربيع y برايم هذا الفرق بينه وبين الx والواحد شو مشتقطه صفر الهدف اني أعزل y برايم خليها موضوع القانون فإجراءاتي بجيب هاي على هذا الطرف بتصير 3y تربيع y برايم بتساوي سالب 3x تربيع هلا بقسم الطرفين على ثلاثة Y تربية على ثلاثة Y تربية بصير عندي سالب ثلاثة X تربية على ثلاثة Y تربية اللي هي السالب X تربية على Y تربية هاي هي المشتقة الاولى سؤال ثاني قوة Y في ساين X بتساوي X زاد X تكعيب Y تربية الضمني ما بيخبه حاله يعني واضح انه هاي رح نشتقى اشتقاق ضمني لانها هي خليط من ال X مع ال Y فننيجي هلأ نشتقى لاحظوا انه هون عندي ضرب اقترانين وهون كمان عندي ضرب اقترانين فابدي انتبه هلا الأول الثاني الأول في مشتقة الثاني مشتقة الثاني كوسين زاد الثاني في مشتقة الاول اللي هي E قوة Y Y برايم بتساوي مشتقة ال X واحد زاد هلا هاي الأول والثاني ضرب اقترانين الأول في مشتقة الثاني اتنين Y Y برايم زاد الثاني اللي هو Y تربية فمشتقة الاول ثلاثة X تربية هلأ اللي فيهم Y برايم رح اخليهم على جهة وباقي الحدود على جهة أخرى وهون بدي اجيب هاي عهذا الطرف واودي الحد الأول على الطرف الثاني فرح تصير E قوة Y سين X Y برايم ناقص هذا الحد هلا بدي أدي للطرف اليسار بيصير ناقص اتنين X تكيب Y Y برايم بتساوي واحد زاد ثلاثة X تربية Y تربية هذا نزل زي ما هو هلا هذا الحد اللي هو ناقص E قوة Y سين X هاي Y برايم على الطرف اليسار بعزلها انا باخدها عام المشترك فبصفي من الحد الأول E قوة Y سين X ناقص اتنين X تكيب Y والطرف الثاني بينزل زي ما هو الآن بقسم الطرفين على معامل الـ Y برايم فبصير عندي Y برايم بتساوي واحد زاد ثلاثة X تربية Y تربية على E قوة Y سين X هاي مشتقة الأولى طيب ناخد سؤال مختلف في عندي معطى F الواحد بتساوي الثلاث وF برايم الواحد بتساوي اتنين and في عندي F Y تربية X بتساوي اتنين Y F الـ X ناقص واحد والمطلوب find DY على DX لما XY بتساوي واحد واحد يعني هون بدي أشتق وأعوض أعوض بقيمتين X بتساوي واحد والواي بتساوي واحد أخذ العلاقة اللي عندي منلاحظ هون في عندي ضرب اقترانين وهون في عندي كمان ضرب اقترانين وأصلا هذا الطرف كله بنشتقه على chain rule فرح يكون عندي F برايم على حسب chain rule Y تربية X هلأ في مشتقة ما داخل الـ F فهي رح تكون الأول في مشتقة الثاني مشتقة الـ X واحد زائد الثاني في مشتقة الأول 2Y Y برايم أي مشتقة اليسار الطرف اليسار تساوي هلأ عندي الطرف اليمين عندي حاصل ضرب اقترانين هاي الأول وهاي الثاني الأول 2Y في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول 2Y برايم وطبعا الواحد عندي مشتقته إيش 0 هلأ باجو بعوض بالمطلوب اللي هو X بتساوي واحد وY بتساوي واحد فبيكون عندي F برايم الواحد وهون بفتح قوس Y تربية اللي هي واحد زائد 2Y برايم تعويض عادي مكان X بواحد وY واحد هون كمان 2F برايم الواحد زائد F الواحد و2Y برايم عندي كمان هلأ F الواحد بتساوي ثلاث وعندي F برايم الواحد بتساوي 2 بعوضهم F برايم الواحد بتساوي 2 وهي بتنزل زي ما هي F برايم الواحد كمان 2 و2 في 2 4 زائد F الواحد 3 2 في 3 6 Y برايم تمام الخطوة الاخيرة ممكن هلأ اقسم الطرفين ع 2 بصير فبيصير عندي 1 زائد 2Y برايم بتساوي 2 زائد 3Y برايم بنجمع هلأ Y برايم بجيبوها هون والتنين هون او العكس ما بتفرق 1 ناقص 2 بتساوي 3Y برايم ناقص 2Y برايم فبتصير السالب 1 بتساوي Y برايم اللي هي DY على DX لما XY بتساوي 1 1 هاي مقدمة الاشتقاق الضمني هاي مقدمة هاي مقدمة هاي مقدمة هاي مقدمة هاي مقدمة